السلام عليك الحياة كالله عزيز المشاهد في مقطع جديد من لعبة الدان رينك انا اعطي اذر للشباب اللي نزلتنا من الطريق والله يا اخوان ان في نكمية ضحك يعني مش طبيعية يوم قريت الكومنتات انا اسف حطيت لكم بوس يا اخوان اوسخ بوس موجود اللعبة انا والله هني على وشك ان يكسر هذه الشاشة من وراه ذاك البوس ويوم جيت اقرأ كومنتاتكم طبعا جاء الله يهديه مستر جوكر اول شي بداية السالفه يقول لي اعطيك العافية اغوي فرج استمر وحبيت اقول لك ان في طريقة اسهل انك تقاتل من ذا البوس الكريه بس ما ادري كيف احدد لك المكان لكن انت ابحث بتعرف اش اقصد باستذبح جندي واحد المهم انا مدري واش اقصد من المكان هذا لكن خلاني ابحث وابحث وابحث لين ما لقيت لكم الحل في هذا الفيديو ان شاء الله بعذروني على المقدمة شوي بطولها عليكم فجاني من جاني عبودي يقولي تكفى ابو الطريقة الثاني انا حتى كتبت ربيعافيك يا جوكر والله انه كريه وصعب المهم جاء عبودي يقول تكفى بالطريقة البوس ذا كريه وصعب لو تعطيني حسابك ترسل مكانه بالخريطة مرة ثانية دخل له حسابك لانستا حسابك لانستا ولا ايدي اي شي بس رسلي الطريقة لانت جاننا نايف افزع لنا بالطريقة تكفى الجندي في نفس الماب والامكان ثاني جاء بندر البوس صعب قوي رغم انه سلاحي قوي بس ما قدر اضربه لانه يتحرك كثير اسعفونا بطريقة ولا نساعد بعض ان ندخل مع بعض انا واقف باللعبة عندها الله يقع المهم شوي يجيك انس اقسم بالله زيه كأنه غفيف ادخلت مع اثنين وخسرنا الكل المهم ان اعتذر ايخوان اعتذر طويل مقدمة لكن اقسم بالله هذه من اجمل الكومنتات اللي مرة تعليق فاليوم باذن الله انا ما اخليكم واسعفتكم الله يديه مستر جوكر اكتب لنا الكومنت واسحب علينا ولا رواننا شي طبعا مثل ما تشوفون ايخوان هذا هو المكان في الماب اتوقع واضح وانا اعتذر من مقاطع بعضها يمكن ما اظهر الماب بشكل او بصورة واضحة وكثير انتقادات جتني يقولون يركز وافتح الماب في كل مرة تشرح لنا شي المهم ضروري اخوان انكم تجون من جهة اليسار في هذا المكان لان لو جيتوا من جهة اليمين هذا الابيض الجبال صدقوني ما في طريق وبرويكم انا انا جيت لاني من هذا المكان ما نصحكم انكم تجون من هنا المهم لو جيتوا من هنا نفسي اتبعوا الفيديو طبعا انا جيت من فوق هنا شوية رسمنت في هذا المكان اول شي المهم بعد ما نزلت من غريس بوينت سحبت الحصان ومشيت باتجاه النقطة اللي كنت حطها قبل شوي طبعا سلك معي الحظ في هذا المكان بالصدفة طحت جيت بس ابغى اناظر اشوف شو اسمها ذلت زي الخطوات جيك تناقص فوقه لاني ما تنزل تحت المهم انها سلكت معي والحمد الله ما نصحكم انكم تجون في هذا المكان في هذه الخطوات اللي يتكلم عليها موجودة فتحت الخريطة اذكر ايه فتحت الخريطة هنا واقول لكم ان فيه من هذا المكان يبديكم تنزلون يعني اموركم طيبة وبعدين مرة هنا يجيك نفس الشي الدرجات هذه تناقص فيها لما توصل الارضية وبعدين راح تشوف زي اسمها هذا التاور اللي يمشي لازم تكسر الجيلة عشان يطيح المهم تيجي تدور على يسارك بتحصل الباب طبعا شغلت الشعلة اللي معي اللي شرحت لكم ياهو المقطع الاول اخيرا استفدت منها الاول مرة تدخل للتنل تحصل غريس بوينت ميضيع المكان ابدا لكن بحط لكم الفيديو مسرع كيف اني وصلت الى البوس عشان يكون الفيديو يعني كامل وكمان لوجه الله المهم من اشبات هذالله بيجونك شوي انزل من اللفت وبتكمل سيده بتنزل باللفت مرتين مدري وش اسمها هذا المهم بتنزل فيه بتقابل المرة الثانية دخلت البوس من الطناخة اللي فيني دخلت على البوس والهلث عندي نصه بدنا استوعبت طبعا وهيلت ومن اول مرة اذكر اني قتلته نصيحة ضروري جدا انك تستخدم ذيابه او اين كان المهم تستدعيهم بحيث انهم يحشرونه في زاوية وتجلس تجلد فيه تجلد فيه ومن اول مرة والله جبته وسهل جدا 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 مقارنة بالاول هذاك واللي قتل اول هذاك يعلمني وش الطريقة اتوقع بس السحر اللي قدروا يقتلونه لان البوس هذا كريه في المقطع اللي نزلته طبعا لازم ترجعون الراوند هول تيبل وتعطون البنت الجرس هذا وراح تحصرون في الستور موجود الستون 1 وتو تشترونه عدد لنهائي تقريبا بثمانمية والف يعني مديك تطور الاسلحة اللي تبغاها لنهائي انا ما تقدمت كثير في اللعبة لكن بشوف الطريقة ان شاء الله بنزل لكم اياها ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة